يحظر شباب الوزداد بجدية كبيرة للقاء المهم الذي ينتظره الجمعة المقبل أمام الجاري اتحاد العاصمة لقاء نقاطه الثلاث تكتسي أهمية كبيرة لأبناء العقيبة لتفادي الدخول في دوامة حسابات السقوط وهو الذي يتواجد في المرتبة الحادي عشر برصيد 24 نقطة ويعويل المدرب المغربي راشد طوس على الروح الجماعية لللاعبين من أجل تحقيق الهدف المبتغى في هذه المباراة أنا حضر كما ليماتش كامل كما في ديبيت شمبيوناء كما قال ليماتش أنا حضر مباراة دربيت تحت العاصمة في استادنا إن شاء الله نتعاونوا كاملون صوب صاف تكنيك وبيبليك وشخلي وطلعوا ثلاث نقاط هنا في فامت مباراة لن تكون سهلة نظرا لقيمة المنافس المتواجد ضمن ثلاث المقدمة ويلعب هذا اللقاء بدون ضغط الأمر الذي يجعل تشكيلة الشباب أمام أصعب اختبار صعبة المنتحية صعبة عارفوه إحنا فريق خاصم فريق قوي بكل مكوناته فريق اقتحاد العاصمة فريق كذلك له طارق كبير وله مقاومات فريق البطل كذلك ماشي سهل الحمد لله إحنا تشكيلة بالنسبة لنا جاهزة لأنه الكل المتحفز وأول شيء بالنسبة لهم اللاعبين اللاعبين هم اللي سيكونوا يعني في رقعة الملعب نتمنى وإن شاء الله كل واحد يؤدي الواجب دياله ولا أحسن ما يرام مئة في المئة إن شاء الله ونخرجه يعني بنتيجة إن شاء الله إيجابية الفوز بنقاط هذا الدرب العاصم يعد أمرا حتميا للاعبي الشباب ليكون أجمل هدية لجماهرهم التي تأبان يواصل الفريق مغامرته في البطولة والمنافسة الإفريقية بمفرده اشتركوا في القناة